أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 ننتقل إلى الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليتي شدة التيار الذي يمر خلال محلول إلكتروليتي محدد يمكن تعيين من خلال قانون أوم حيث أن I وهي شدة التيار بي الأمبير تساوي فرق الجهد بالفولت تكسيم المقاومة بالأوم حيث أن المقاومة R تتناسب طرديا مع طول عمود السائل الذي يسري فيه التيار I أي المسافة بين القطبين وتتناسب عكسيا مع مساحة مقطع A وبذلك فإن R يساوي ثابت ضرب L المسافة بين القطبين تكسيم A مساحة مقطع القطب حيث أن هذا الثابت يعرف بالمقاومة النوعية specific resistance ومقدار هذه المقاومة ثابت بالنسبة لمحلول ماء لإلكتروليت محدد ذو تركيب ثابت عند درية حرارة محددة إذا كان A يساوي 1 سنتيمتر أي المسافة بين القطبين وإذا كان مساحة المقطع A يساوي 1 سنتيمتر مربع فإن المقاومة عندئذ تساوي المقاومة النوعية وبذلك يمكن أن تعرف المقاومة النوعية لمحلول ماء بأنها مقاومة محلول محصور بين قطبين يبعدان عن بعضهما البعض مسافة مقدارة 1 سنتيمتر ومساحة مقطع كل قطب 1 سنتيمتر مربع أما التوصيل الكهربي فيمكن تعريفه بأنه هو مقلوب المقاومة الكلية ووحدته تساوي Ohm-1 هو مقلوب المقاومة الكلية بينما التوصيلية النوعية K هي مقلوب المقاومة النوعية ويوكم تعريفها بأنها توصيل محلول إلكتروليتي محصور بين قطبين مساحة كل منهما 1 سنتيمتر مربع ويبعدان عن بعضهما مساحة مقدارة 1 سنتيمتر وإحداث التوصيلية النوعية للإلكتروليد هي W-1 سنتيمتر S-1 بينما التوصيلية المولارية هي توصيلية حجم المحلول يحتوي على 1 مول من المادة المذابة حيث يوضع المحلول بين قطبين يبعدان عن بعضهما 1 سنتيمتر ويكون القطبان كبيران بدرجة كافية تسمح لهما باحتواء المحلول بالكامل بينهما ما هي القوانين التي تحكم العلاقة بين التوصيل النوعي والتوصيل المولاري من المعروف أن الحجم بالسنتيمتر يساوي 1000 تكسيم التركيز C وإذا كان التوصيل المولاري يساوي التوصيل النوعي ضرب الحج فإن التوصيل المولاري يساوي 1000 ضرب التوصيل النوعي تكسيم الحج وهذه هي وحدة التوصيل المولاري O-1 سنتيمتر تربيع مول السي ماينس 1 للتطبيق على هذا القانون نأخذ المثال التالي أحسب التوصيل المولي لمحلول كلوريد البوتاسيوم زود تركيز 1 من 10 M إذا علمت أن التوصيل النوعي له K يساوي 0.012 896 Ohm O-1 سنتيمتر O-1 هذا تطبيق مباشر في القانون حيث أن التوصيل المولارية تساوي 1000 ضرب K وهي التوصيلية النوعية تكسيم C وهو التركيز إذن فإن التوصيلية المولارية تساوي 1000 ضرب التوصيلية النوعية معطى تكسيم التركيز 1 من 10 أيضا معطى إذن يمكن بسهولة حساب التوصيلية المولارية التي تساوي 128.9 6 Ohm O-1 سنتيمتر O-1 التي تساوي 128.9 6 Ohm O-1 سنتيمتر تربيع مول O-1 بهذا ننهي هذه المحاضرة ونلتقي في دروس لاحقة لشرح مقرر الكيميا الكهربية